المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والبحث السياسي السوري سيد ميسر بكور سيد ميسر غدا لقاء الرياض وسط خلافات بينما المنصات الثلاثة خاصة فيما يتعلق بمصير الأسد وخلافات وانقسامات داخلية لسيمة في منصة موسكو هل ستنجح المعارضات الثلاثة في الوصول إلى تكوين وفد موحد يمثل المعارضة في اجتماع جينيف المقبل مساء الخير أولا لحضرتك للتصحيح ليست معارضات ثلاثة هناك الوفد العليا للتفاوض الممثل الذي يحصل على الشرعية الأكبر وهو وفد يمثل الثورة وهناك معارضتين لأن الاتلاف يؤمن بالثورة والمعارضات تؤمن بالمعارضات السياسية وتحدثت عن موضوع تشكيل وفد موحد وليس وفد موحد وإنما وفد واحد هناك فرق كبير نعم الآن هناك مقاربة دولية شاملة للملف السوري وسمعنا ديم السورة منذ أيام يتحدث أن نوفمبر أو أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني سيشهد انفراجة كبيرة في هذا الموضوع إذن أعتقد أن هناك مقاربة دولية وضغط دولي لحظته أنه بالأمس سيد قدر جميل لم يكن قد وافق على الحضور الاجتماع الرياض وحتى نسبت إليه تصريحات بأن الدعوة الاجتماع في الرياض شيء غير جيد وطلب الذهاب إلى سويسرا إذن هناك رغبة دولية بتشكيل وفد واحد من أجل إذا الهدف من الاجتماع له هدفين لماذا؟ هل فأتقدت؟ نعم من أجل تشكيل وفد واحد سيد ميسر هذا الضغط الدولي يعني ما أساسه؟ هل لكي يبدو أي تفاوض قادم في شكل أو يصور على أنه حوار سوري سوري بينما ما سينتج عن أي تفاوض هو ما تقرره الدول الكبرى؟ بالتأكيد قررت الدول الكبرى أعتقد أن كل المقاربات التي رأيتها وكل الموضوعات التي سمعتها وناقشتها الجميع بات يعلم وبما فيهم روسيا بغض النظر عن خطاب النصر الذي تحدث عنه بشار الأسد أن بشار الأسد انتهى ولكن البحث الآن من هو البديل ومتى سيرحل واتفاق بعدم حل الجيش الحالي الموجود أو ما يسمى مؤسسات الدولة حتى روسيا أدركت هذا وبالتالي تجدين البحث الآن عن مصالحات وهدى تمهيدا إلى هذه المرحلة إذن التوافق الدولي والمقاربة الدولية باتت تدرك تماما أنه يجب الحديث عن مرحلة انتقالية سياسية بالتالي كان هناك ضغط على جميع هذه الوفد المعارضة والمنصات لتشكيل وفد موحد للذهب إلى جنيف ولكن بالنتيجة المقاربات الدولية والرؤية الدولية الاتفاق الروسي الأمريكي هو الذي سيحسم الأمر لأن روسيا كما تعلمون هي من يقود الواقع الآن في سوريا وأمريكا تستطيع وأمريكا والجهات التي تؤيد النظرة الأمريكية ولاحظوا هنا أن الملف السوري لم يعد الملف الأول على جدوى الأعمال الدول العربية وخاصة الخليجية منها الدعم للثورة بالتالي كل هذه التحولات والتقارب بين ترامب وبوتين حول الملف السوري واتفاق العمان الأخير حول جنوب غرب السوريا كل هذه تصب بهذا الاتجاه تشكيل وفد موحد وأمر آخر هو تشكيل وفد تقنة لمناقشة آليات المرحلة وفد موحد أم وفد واحد سيد ميسرة لأين تنتقل بمعنى وما هي الوثيقة التي ستحكمنا يعني ذكرت الآن وفد موحد يعني نقول وفد موحد أم وفد واحد وفد واحد وليس موحد لأن منصة القاهرة تركز على هذه التهمة طيب منصة القاهرة تؤمن أنه الواحد ليس متفقين على الرؤية نعم صحيح منصة القاهرة تؤمن أنه لا مكان للمنظومة الحاكمة في مستقبل سوريا ولكن يكمل الخلاف مع الهيئة العليا للمفاوضات فيما يتعلق بترتيبات المرحلة الانتقالية هل يمكن في نهاية الأمر الوصول إلى صيغة وفقية لترتيبات ترك المرحلة منصة القاهرة طالما الرؤية مشتركة أنا أقول حسب ما سمعت من بعض أعضاء المنصة أن هناك خلاف كبير بين الاتلاف أو وفد الهيئة العليا لتفاوض والطرحات التي تطرح من قبل تلك المنصة وهذا أقول ما سمعت وليس تحليل أو السنتاج حتى البعض منهم يعترض حتى على بيان الرياض بالأصل هناك مثلا خلاف مثلا عندما تطرح الهيئة العليا لتفاوض أو الاتلاف وضع آليات ديمقراطية فيقول آليات ديمقراطية كلمة مطاطة علينا أن نتفق على كلمات قاطعة وضحت الدلالة هناك اختلاف مثلا الهيئة العليا للتفاوض تقول رحيل بشار الأسد مع بداية المرحلة الانتقالية المنصات قدر جميل له موقف آخر ولكن رغم أن المنصة القاهرة هي أقرب لتوافق مع الاتلاف ولكن ليس لديها مانع أو نسبة معينة أن يبقى بشار الأسد ولكن بضمانات لأن تبقى هذه المعارضة اليوم يعني لو عادت هذه المعارضات إلى دمشق هل ستضمن حياتها وازم ما طرحه أعتقد أحد أعضاء الوفد بالتالي أعتقد أن هناك ضغوط دولية شاهدناها من خلال تجميع هؤلاء المعارضات المختلفة مع الهيئة العليا للتفاوض بهدف الاتجاه نحو هذا النحو هو الموضوع السوري جاء الوقت لينتهي ويجب حل هذا الموضوع سواء في 2018 أو بعد منتصف 2018 ولكن الحل هو حل دولي ربما يتقوى من الأعضاء قد قررت إنهاء الملف السوري بحل سياسي ولهذا الاجتماع شكرا جزيلا لك كنت معنا الكاتب والبحث السياسي السوري ميسر بكور شكرا جزيلا لك